السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميليني ومشاء الله نشترك معكم مائدات غدا أو عشاء لاستقبال الضيوف يعني بوصفات سهلة واقتصادية وفي نفس الوقت خدرنا تشارك معكم يعني أي حاجة قمت بها هذا النهار والحاجة كنت مشيت طبعا مع العطلة يعني ما كيبقاش وقت الغداء وقت الغداء وقت العشاء واما احنا كنت ترونوا واحد شوية مشيت هنيا الصباح معا مشيت للصباح الأكسيون خديت هاد طبيسلات هادو فصراحة كنت مشيت على قبل باش ناخد واحد لابانتشوغ ممشيت باش نشري هاد الشي ولكن هاد طبيسلات هادو اللي بحلورقة دير الشجرة كيبقا زوينين يعني حت أكسيون ماشي ماشي كل شي في صراحة زوين ولكن فيها شي حوجات زوينين وبالنسبة لديكورة كيطلع في الراس يعني مالإحسن ناخدوها هكذا رخيصة وانا كنت كيعجبني بزاف نشري يعني لديكوف ميزون جموند اشي مرات كيبيعوا نفس الشي يعني كتكون غي هي ميزون جموند كيكون غالي وهنا كيكون رخيص هادو كل الطبيسلات اللي ديرين بحلورقة دير الشجرة زوينين ما كيخسروش خداتوا مخصيدك شيبش غي شفتهم جابوهم وانا مشي ناخدهم احنا يلا حطهم احدانا انا صورت لكم عدك شي اللي جديد صراحة ما صورتش البلايس الخرين اللي ما فيش لما في حتى شي جديد هتكونوا فيتين تنتو ما شايفينهم من بعد ما دخلت للطار هانتم انا غنوريكم تكشي اللي شريت خديت هادو هادو زوينين بزاف عجبوني غدا تشوفوا ان شاء الله كيب عشان تستعملهم وخديت هاد خديت غير با غير مخصوم شي تغسلو بالماء ولا حطيتو فيهم شي حاجة من احسن حطوها ب يعني تكون تحتمنها هكاشي وريقة ولا شي حاجة لان هادو ماشي ديال الاكل يعني ما تحطوش فيهم شي حاجة سخونة لانه ماشي صحي يعني تستعملو شي حاجة هكدا حليوات هكا بالوريقات ديالهم او تحطو شي حاجة عاد تحطو يعني من الاحسن ما تستعملو مش فادك شي السخون يعني شي حاجة تكون باردة صافي اخديت هادو هاد شي اللي خديت الصراحة وخديت لابنت انا مشي تصراحة ناخد السباغة واخديت هادي هادي هاتشوفو ان شاء الله كيفاش غدا نستعملها يعني ممكن استعملوها للا ديكو ولا ممكن استعملوها حتى للاكل ان هادي ديال العود والعود راملي كيتو الصخرة كتحكو باذاك البابير وكتو اللي كيرجع جديد صافي هانتو ما اخديت هاد شي ديال لابنت شيخ تيال السباغة السباغة عندو مرخيصة وزوينا صراحة هادي ديال العود اعتل ما تغيير ديال السباغة عندو مرخيص صافي من بعد هاد النهار هادا كانت صحدة بزاف كانت الشمس بزاف كنت خرجت بلا ما ندير الإكران غير دخلت درت هاد الماسك قبل ما نمشي نوجد نوجد لعني الوجبة ديال اللعشة وقلت غدا نتشارك معكم ان شاء الله يعني الماسك الماسك اللي غدا نستعمل هنا يا كيف يفتح البشرة هنا يا فيه الدقيق ديال الحمص تقدروا تعاوضوه باي دقيق يعني هتا دقيق ديال الشعير او دقيق او النشا ديال الدورة هنا غدا نستعمل العسل الحر غدا نستعمل الميلقة صغيرة باش كترطب لنا البشرة وغدا نجمع هاد شي كله بماء والورد حتى هو كيف يفتح البشرة وهد الوصفة هدي مزيان احتل للناس اللي عندهم حب شباب شايف يا سافي غا نجمعه بالماء ديال الورد ومن بعد حتى الأن نجمعه بعد غنزيد معلقات ديالالكوركوم هاد الماسك هدا من الاحسن تكونوا درتوا هاد الماسك ديال لاغجيل ديال لاغطين يعني الطين ولا غاسول عادة تستعملوا هاد الماسك باش كيتحلوا ذك الماسام وكي يعني كيشرب لنا يعني كي هادك يعطى للمفعود ديالو اكتر الماسك سافيك تخلي وغي عشرة دقيق الماسك هنايا غدا نجي باش نوجد الكفتة هي اللولى خديت نصف ملعقة ديال الكامون وهنا غاستعمل هاد التوابل هادو هادو كيسميوهم توابل الخمس ولكن انا رات قريبا فيهم ستادي الأنواع فيهم القصب الريابس فيهم فلفل أبيض فلفل أسود فلفل أخضر والفلفل أحمر وفيهم احتادي كانوا يوراق كي يقولوا ليه بالفرانسية كيسميوها لبوافر ديالجامايك صافي اخذت منهم معلقة كي جوزوين في الكفتة ديال يعني في جميع الكفتات كاملين احتيت الكفتة ديال الجيش هالكفتة ديال الجيش كتستعملو كيميا أقل إلا ما كانوش عندكم ماشي مشكل عوضوهم غيب الفلفل الأسود فقط أنا استعملت القوزة صحراوية غير أصل معلقة غيشة شوية لأنها حارة غيشة شوية فقط وهنا استعملت ملعقة صغيرة ديال القصبور وبالنسبة الزعفران اردته مع هالبالي إلا كنتو غا تستعملو سينو تقدروا تستغنو علي غا نستعمل غيط ريطقة باش ميبانش بزاف حتى الفلفل الأبيض اللي استعملتو في الكفتة ما تكتروش منه إلا كترتو منه كيجي المادقة دياله غالب وما كيجيش زوين أحسن تستعملو غيه واحد الكيميا قليلة إلا ما كانش عندكم تقدروا تستغنو عليه هنا ملعقة ديال الملحة غيش كتساعدني على باش كندق دك شي نبسو هولا هنا كيف كتشوفو نصف كيلو ديال 500 جرام ديال الكفتة يلاه الكفتة حتى كن بغين تستعملها عد كنشريها او كنطحنها في الطار ما كان نكونجليش الكفتة هنا كيف شوفو را عندي بصلة حمراء وبصلة بيضاء وهنا زيت اللوز اللي محمر في الفران يعني زودت له القشرة وحمرته في الفران ومبعد هرمشته يعني كان وجود واحد الكيميا هكا ديال اللوز كتبقى عندي في الطار فيما كان بغين تستعملها كنستعملها كتديروها في شقر عادي الزج انا ما كتبقى زوينا صافي هنا زيت القصبر والمعدنوس غنزيد غي واحد الفصل ديال التوم اخرى وليت كنزيدها في الكفتة كتزول ديك الزفورية ديال اللحم صافي وغدا نزيد ملعقة ديال تمسحت لي ديك الملعقة ديال فلفلة حمراء حاولت فلفلة حمراء مويم انا كتجبني فلفلة حمراء في الكفتة الى ما كانش عندكم انا تقدر تضير الفلفلة طرية يعني محكوكا طرية وتقدر تكونت محمرة يعني شوية صافي وزيد الزيتون غدا نخلى على الجندة با كيف كتشوفو غدا ناخد هنيا حبتين ديال ديال دنجال قطعتهم دوائر انا غنزيدليهم الملح وغنزيدليهم زيد الزيتون الكنا عندكم الوقت خليهم نشربوا ديك المليحة تدوب مزيان بعدكتزيدو زيد الزيتون انا ما اكنش عندكم الوقت بحالي انا ما اكنش عندي الوقت protects غدا نزيد ديك زيد الزيتون وغدا نحاول ندخل ديك المليحة في بد دوائر هدو وغدا نعمرهم الكفتة هاد الطريقة هاني ديها لهذا الكفتة تقدروا تحضروا بها بزاف دي الحويج ممكن تحضروا واحدة طاجين شي مرة ان شاء الله نشاركو معاكم يجزوين حتى في الطاجين وهدا الدوائر بحل هكدا من اللي تكونوا كتوجدو فيهم خاسكم تكونوا مع الانجال عدنا هنية ما طايبش خاسي كل فران راه شاعل دابا كيسخن غي غدا نكملهم غدا ندخلهم ان شاء الله يطيبو امن الاحسن تكون درجة دي الحرارة مرتفعة انا غنطيبو معلا ميتين واربعين وشوفو انتو معلا حسب الفرن ديالكم وش مجهدو للا اه باشدك الدنجال كيتشواء والكفتة هي كيتشواء وما كيلواش لنا الدنجال هدي من ناحية ومن ناحية تانية الكفتة ما كتنشفش انا غدا ندوزهم في شوية دي السميدة شوية دي الفلفلة حمراء شوية دي الكوركم اللي هو الخرقم بلدي غنزيد شوية دي الملحة وغنزيد حتى الكوك يلا بغيتو تقدروا تزيدو حتى فلفلة حارة ومليحة ممكن تزيدو حتى يعني اللي كان عندكم حكا كان عندكم حلاكة يعني القصبر يابس ممكن زيدو حتى يعني أعشاب مناسمة يلا بغيتو انا ما بغيتو نزيد الأعشاب مناسمة بش يبقى عندي غي ذاك المدق دي الكفتة هو اللي غدي بقى بش يبقى غالب هنا كيف شفتو هادرا اللي بيدرا هو الكوك قدروا تستغنوا عليه يعني ماشي ضروري سافي غي بج ديك ديك التستبيلا كدجي حرشا من الفوق يعني غديجي بحل الخبز هادا يعني يجي بحل بحل همبورغير الفكرة يعني جاتني بحل هكا يعني بحل بحل همبورغير يعني ممكن نقدموهم هكا مع مطيشا من الفوق ونديرو ذاك البيك من الفوق سافي هنا غدا ندوزهم بحل الشابلور السينو تقدرو دوزو دابو دوزو في اللول هاد الدوائر ديال بنجال في البيض وعد دوزوهم في هاد هاد الخالط يعني اما صفر ديال البيضة او بيضة كاملة دوزوهم عاد دوزوهم يعني تقدرو دوزو متعلاجوج مراتي لبغيتو سافي من بعد ما غدا نكملهم كاملين إلا بغيتو تقدرو عو تاني تقدرو دوزو زيتون سافي وقد دخلوهم اي طيبو غي المسألة ديال يعني كنأكد على ديال ان الفرن يكون ساخن مزيان باش ما تجيكمش الكفتاناشفة وباش تنجلكيت شوالينا ولا ممكن ديروهم في صافيحة ديال الفرن تزيدو عليهم غلا سوستومات وطيبوهم في الفرن حتى هادي كجيزوينة يعني على شكل كخاتا سافيحة نستمر هكدا حتى غدا نكمل هاد الدوائر اللي كانوا عندي كامل حاولت يعني نلقى حاولت يعني ناخد الدوائر اللي بحل بحل يعني لقد قد هم اللي عمرت فيهم الكفتة سافيحة هنا غدا ندوز باش نوجد هاد السلطة هادي هنا عندي البصلة وعندي فصين ديال التوم وهاد البتاطا كنسميها انا بتاطا بالقصبر وورقة ستناموسا يعني هادو مال اللي يعطول ما ضقف هاد السلطة هادي ولا مقبلة كجلدي ده بزاف سافيحة ندير فيها نغير كوركم وشوية ديال الحار يعني تقدروا تديرو البزاري اللي أبغيتو والبصلة وفص ديال التوم وزيد الزيتون كنكبع لها شوية ديال الماء وكنخليها يعني دغية كتوجد هادي كنخليها الطيب وكنخليها حتى كي نشوف من هادك اللماء كيبقى ديك غير بطاطا بوحدها سافيو كنقدمها كجلدي ده بزاف هاد بطاطا هادي والسهلة يعني دغية كتتوجد يعني المقادر ديالها يعني انسي تسميته لغيقون يلا هذكرتو سبحان الله مهم هناكي شوفت وراني زيت الماء مهم ان شاء الله هنكتب لكم المقادر ديال هاد المقبلة وديال الكفتة ان شاء الله في صندوق الوصف سافي كتديرو المال كافي وكتسدو عليها خسكن تغطيو تغطيو باش تطيب لكم ديك بطاطا ما تلواش حاولو تاخدو نوع ديال بطاطا اللي كي لي مكيتشتتش لانا كين بتطافي ها انواع كينين بتطاليكت اللي مشي ديال هاد انواع ديال طهي سافي كيف كتشوفون زيت على ورق ديال سيدنا موسى او ورق الرند هنا هاد الوصفة هادي ديجا تشاركتها معاكم هنا عندي غي لي مول كنطيبو هكا مع توابي الفيتماني تشاركت معاكم الوصفة غدا نخلي لكم ان شاء الله الرابط اسفل الفيديو وهنا هادي غي اضافة هاد لقالة ديال لغي ديال ماشي لغي هادو هادو فيهم السيغي يعني فيهم مصايبين بالقمح في مقالة لسنك سيغيال ما اعرفت صراحة شنو فيهم بالضبط مهم هنا غدا ندهنهم بدك هادو تشاركتو معاكم يعني الفول اللي بالباربا يجيب بنين بزه 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 هادو هادو تقدر تبقى لكم هادو حتى ثلاث ايام في تلاجة يعني كبوالياغي شوية زيت زيتون و تخليوها في تلاجة تقاو هكا تدهنوا بها هكا الخبز بحال التختين هادو 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 كبارين بزه هاكا سوف يده بوصلنا للتقديم هنا حطيت شوية دي الزيلوك و هشغلات الى التحت تباه معا السيفره قدمتم هاكدا ممكن هادو هادو اللي بحالي زونبورغير دي الكفتاء او دنجال ممكن تاخدوا واحد السحن فا الوسط وتحطوهم مع بعضهم عادة تحطوه ما تبقى انا ارافقهم بخيزو وببطاطا خيزو محمد رافيت مني تشاركت معكم كينين بزاف دي المقبلات انا كيعجبني بزاف المقبلات المغربية وحتى يعني حتى الاصدقاء ديالي كلهم كيعجبهم هاد المقبلات المغربية كيحمقوا عليهم يعني فيما كانوا كيجوا عندي كانوا كيقولوا لي يا وجدي لنا غيضو كل مقبلات سافي بارك حلينا سافي يعني ساهلين هما يا في صراحة وليزوين بزاف المقبلات المغربية هو ان معك يتخدموا بزيد زيتون قدروا نحضرهم يعني للاقبل ونغطيهم بزيد زيتون ونخليهم في تلاجة كي سهلوا علينا الامر سافي هنا يا حطيت هديك البطاطا كيف كتشوفو كنخلي حتى كتنشوف من بعد مني كتوجد كنزيد عليها وحد شفية ديال القصبر والمعدنوس كجلدي دا هده هده بطاطا وخانا ما عنديش بزاف مع بطاطا كتتقل شوي على المعدن كينا غالي اغلب يدي الناس كتعجبهم والوليدات هم كتعجبهم يعني مرة مرة ما فيها بس يعني اللي في سطاعتها تاخد بطاطا بيوم الاحسن خده بطاطا بيوم عرفتي هي احسن من بطاطا الاخرى و Abnate اللي يعني اللي احتلم ضغط يلاها كيكون زوين و هي ما كانت نبت بت سبحان الله هنها سافي خديت هدو يعني هاد خيزه خيزه محمض طبق 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 نضيف ملحة و زيتون و حامض قدروا توجدوا واحد الصلصة هكذا و هكذا تسقيوا بها ولا تحطوها بوحدها و من بعد كل واحد يسقي الصلطة دياله كيف يبغى بالنسبة الليمولة عرفتي كي يجي ولدادين بزاف وسهلين يعني في خمسة دقيقة كتوجد بالأحسن ما تخليوش الليمولة يطيبوا بزاف يعني خمسة دقيقة راهم كيوجدوا صافي هذا هو التقديم تمنى ان شاء الله يعجبكم تقديم بسيط والمائدة بسيطة يعني في هذك شي بسيط بزاف وسهل ما كي ياخدش بزاف ديال الوقت تمنى ان شاء الله الاقتراحات ديالي تكون عجباتكم وبالنسبة لدوك اللي بخزون طواخ حطيت فيهم كيف كتشوفوا يعني كيجي لمنظر ديالهم بزوين يعجبوني حتى أولادي يعجبوهم تمنى ان شاء الله تكون المائدة دياليوم نالت الإعجاب ديالكم يلعجبكم قنشارك معكم مرة مرة هكذا يعني بحل شكل روتين أنا مكا بغيش تسميه روتين لانا مش كل نهار كندير نفس شي اني كل نهار وكيفاش تمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم نالت إعجاب ديالكم وإلى فيديو جديد ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تدع ودائه السلام عليكم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة